في المحاضرة الأخيرة وين وصلنا؟ وصلنا إلى أنه إذا ريب نكتب فيكتر هذا الفكتر الأرقام مال تي الأرقام مال فيكتر تكون يعني أرقام كثيرة ما راح نقدر إحنا نكتب كل هذه الأرقام مثلاً ممثل له هو فيكتر مكون مثلاً من 1, 2, 3, 4 بسهولة راح نكتبه بس لشان الفكتر مثلاً مكون من الصفر للمية لا أهنا نصاب عليه حقوق نكتب الأرقام كلها فشي سوي؟ فأكتب الرقم الأول اللي المائكة مفتوح خلي يسده وسنشوف منه زين فخلي شوف فذا ريب نكتب فيكتر مكون من 100 رقم مثلاً ما راح نقدر أكتب هاي رقام كلها فش راح أقول راح أقول أكتب الرقم الأول وأحط نقطتين هاي نقطتين شريحة وأكتب شنو قلناه قلنا أكتب الرقم الأخير بالوساطة ش راح أحط راح أحط سفت شي سميتها الانكريمنت الانكريمنت يعني شنو معناها؟ يعني معناها الزيادة فإذا علي الأرقام واتتينفرتبة 012 إلى حد المية إذا ما ترتب صفر واحد إلى حد المية فإذا زيادة شقية واحد واحد فحكتب الرقم الأول الصفر الرقم الأخير 100 زيادة شقية زيادة واحد زين إذا كانت الأرقام مثل 0246 فزيادة 2 2 واذا كانت ثلاثة احكي الثلاثة اذا هذا الرقم الاول وهذا يتمثلي الرقم الاخير وهذا يتمثلي الزيادة بين رقم ورقم بين كل واحدة وحدة شكو اكون قطع شارحة اخذني هم اكتب الفكتر تنازلي امر رقم الى 100 واخير رقم الى 50 فش راح يسوي اكتب الرقم الاول 100 ورقم الاخير 50 الفرق بين رقم ورقم سيصير ناقص 7 فلو تجي تكتب الفكتر انه الرقم الاول الى 100 والرقم الاخير الى 50 شون تبين شون يفتهم الماتلاب انه انت تطرح انه هذا الرقم الاول وهذا الاخير انت تقعد يصير يعني يصير يصير يعني بالتنازل يعني ينزل الرقم فشون هيفتم من تكتب سالب 7 يعني اذا كتبت 100 وجيت كتب 50 والسالب 7 ما كتبت ان كتبتها 7 راسم حيطلع لك شين راسم حيطلع لك الماتلاب اراه طبعا محاضرة اليوم اني راح بس اقرأ بها اشرح لكم اياها كنظريا الاسبوع الجاي ان شاء الله نطبقها عمليا حتى شوية بس نمشي بالمادة زين هسه شعدنا اذا هاي طريقة كتابة ايش اخذنا هسه اخذنا طريقة كتابة مصقوبة طريقة كتابة فيكتر الفكتر عادي يكون تصاعدي مثل الصفر للمية وطريقة كتابة فيكتر تنازلي هاي ثلاث شغلات اخذناها بطريقة الكتابة ش راح نأخذ هسه هسه راح نأخذ اذا كانت عندي اذا كانت دقريت اختار جزء من هاي المصفوفة او خلنقول كولون هذا مو اسمه كولون قريد اختار كولون من هاي المصفوفة هاي المصفوفة همثلا صفر 2 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 هاي المصفوفة اول شي هاي المصفوفة اشكل حقوا الابعاد هاي ثلاث صفوف عندي وكم عمود او اربع عميدة فهتقول أبعادها هي شنية هي ثلاثة في شنو ثلاثة في أربعة زين الأريده شنوه أريد بس هذا العمود من عندك فش راح تعبر ش راح تقول راح تقول إذا تريد إن هي بس هذا العمود فإذن المصفوفة اسمها أي أكتب أي يا سطر كل الأسطر كل الأسطر إذن ش سوي أحط شنو أحط هاي النقطتين اللي هي كل فارزة هاي نقطتين معناها كل هاي نقطتين معناها شنوه معناها كل كل الأسطر وهذا مكان السطر فارزة العمود العمود الثالث إذن منحكتب بالماتلاب أي نقطتين مكان الأسطر إذن هاي معناها كل الأسطر فارزة شنو ثلاثة معناها شنوه معناها العمود الثالث منحكتب هيش راح رأسا يطلع لي رأسا راح يستخرج لي العمود الثالث سوف أستخدمي العمود الثاني إذا كنت أريد أريد مثلاً بس هاي الرقمين أريد بس هاي الرقمين أريد بس هاي الاثنين ماذا سأقول أنا جداري داخد المصفوفة ما نسمها A السطر السطر الأول والثاني إذا من السطر الأول إلى السطر الثاني فارز يعمود هذا السطر الأول والثاني يعمود هنا تشتغل على يعمود على عامود أصف pergunt الذ ضع أرى ماذا مش الظ اللون لذلك контрCs أريد تختار مُعين أريد أي أرى تختار هذا السطر أريد أرى تختار هذا السطر أريد تستخرجه من مسجل ماذا تقول اي يا سطر هذا السطر كل الأعمدة ونقطين هاي السطر الثاني فارزة كل الأعمدة عبرنا عن شنو استخرجنا شنو استخرجنا هذا السطر الثاني اذا يصل حتى الان انت تمكنت مكان باور حسا هذا مكان سطر هذا مكان عمود ماذا تقول كل الأعمدة قد تبتلك هنا كل ماذا تقول كل الأعمدة تحط نقطين مكان العمود احنا عندنا هالشكل اي هاي اسم المصفوفة نفتح قوسيا هنا مكان السطر هنا فارزة هنا مكان العمود صح لا ومصح فاذا انت تريد تقول كل الأصطر اش راح تقول كل الأصطر وش راح تقول اذا عندك العمود الثاني انت تريد تختار تقول العمود الثاني كل الأصطر اذا عندك السطر الثالث تقول السطر الثالث كل الأعمدة يعني هذا اول واحد مكان السطر وهذا ثاني واحد مكان العمود واضح هلا فاذا لحد الآن عرفت شون تكتب مصفوفة شون تكتب فكتر شون تستخرج الرقم من المصفوفة اخذناها هذه المحاضرة مثلا اذا اريد اقولك اريد اقولك اريد استخرجني هذا الرقم اللي هو رقم ستة شون تستخرج رقم ستة من المصفوفة ش تقول مصفوفة اسمها اي تقول اي توجي تنطي موقع ستة موقع ستة شنو هو يا صف صغير صف الثالث مو واحد اثنين ثلاث صف الثالث يا عمود واحد اثنين العمود الثاني فمن كتب اي لافة اثنين رأسا شي طلع لي الانسر رأسا يطلع لي الانسر شنو؟ يطلع للانسر رقم ستة ها اذا عرفت شون تكتب فكتر عرفت شون تكتب مصفوفة عرفت شون استدعي رقم معين موجود بالمصقوفة شون استدعي سطر أو كولوم رو أو كولوم معينة موجود بالمصقوفة هاي كل الشيطين القابلية هذا كل ينطيني القابلية على أنه أتحكم بالألمنتس الموجودة داخل المصبوفة واضح؟ حقدر أتحكم بالألمنتس الموجودة داخل المصقوفة واضحة؟ أحد أدي سؤال زي هس رح ناخذ شن هس رح ناخذ البيسيك ماتريكس فانكشن شنية حنفيكم بس الفانكشنات اللي تستفادون من عدي حطيكم بس الفانكشنات اللي تستفادون من عدي أول وحدة هي شسمها؟ أول وحدة اسمها فانكشن سام تنرفتها هذا صدر أول قاعد بها هوايا ممال صدر وسام صباح عدك سؤال استفسار وسام هاها فأول وحدة اللي هي شنية أول وحدة اللي هية اول فانكشن اللي هي اسمهاųй سامواشن فانكشن السامواشن شيف يقصد به؟ يقصد به سامواشن تعرف شنو معناها؟ يعني معناها دا يجمع معناها دا يجمع شان تجمع الأرقام الموجودة داخلolution داخل المصفوفة سامواشن معناها دا تجمع syntاماناتgiving موجودة داخل المصفوفة مثلاً حينطيك بكل وحدة حينطيك هناني الانستركشن او الكمد وحينطيك الديسكريبشن مالتها يعني الشرح مالتها زين انتو حقاني بس هذان اللي حنختار هاشرلكم عليها اول وحدة اللي هي شنية اول وحدة السم السم هي شنو معناها؟ معناها جمع دا يجمع عندك هاي المصفوفة عندك هاي المصفوفة اذا تجي تكتب سم الاكس يعني معناها شنو؟ يعني معناها انت قاعد دا تجمع الروات يعني بشكل كولون يعني دا تجمع كولون واحد واربعة شقيد خمسة واحد واربعة خمسة نين وخمسة شقيد نين وخمسة سبعة زين ثلاثة وستة شقيد ثلاثة وستة تسعة اذا من كتبت من عندي مصفوفة واكتب سم لهاي المصفوفة رأسا يجمع لي كولومات زين؟ انا اريد مجموعة للمصفوفة كلها يعني اريد يجمع المصفوفة كلها هاي مناخد هاي اشرتكم عليها فيه اريد يجمع هاي المصفوفة كلها شون يجمع؟ هاش اكتب سم افتح قوز دائري اكتب سم الاكس اش هيسوي ؟حايجمع لي هذا الرو هذا مو جمع لي اجمع للكولومات كتب لي هادا خمسة ومجموع مجموع مجموع 9 تسعة اذا يجمل خمسة زاء السبعة زاء تسعة ويساوي لواحد وعشرين ليش ؟لان كتبت سم فتحت قوز كتبت سم الاكس يعني اجمع لي المجموع فهو اجمع المجموع كولومات واجمع لي الفاجات فاني اجمع لي المجموع شنو؟ اجمع لي روات الموجودة بي حتى يضطيين الرقم واحد ميلاد اكو سؤال اي 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 صير اي عشديد اكوش سؤال اي صير فيد من البداية تجمع بس قبل اكتب سم سم ال اكس طينه يطيك تجمع مالتهم كله اهههل تمكون بعد شين يود بعد الي المين المين بتعرفون المين هي مجمو Nove تجمع اهمهل على اثنين ايديé اعتبر مين سيحدش ان لديك هيا المصفوف طاعا 1-2-3-4-5-6 تكتب مين لها المصفوفة 1-4 جقيد 1-4 جقيد 5 تقسيم 2 2.5 2.5 جقيد 7 تقسيم 2 جقيد 3.5 6 جقيد 9 تقسيم 2 جقيد 4.5 30 3 3 4 5 4 5 6 6 7 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 5 يعني النتيجة مال هذي ويا النتيجة ويا الأربعة ونصف همي أنه يجمعها ويقسمها على ثنين حيطلع لي شنوان حيطلع لي رقم واحد اللي هو شنوان اللي هو المين إذن شغلة المين المين نفس منه شغلة المين نفس شغلة السمواشن ياخذ الكولومات أول شي يجمعها ويقسمها على ثنين بعدين ياخذ الروات من أكتب له مين مين الأكس شرح يسوي رح ياخذ الروات ويقسمها هام على ثنين منو سأل منو عنده سؤال زين اي بعو يا اي المين هو مو عناها ياخذ رقمين هاي حせて ہم Lean يجمعه ويقسمهن على الثنين شرح حيطلع لي style فإذا كتبت مين للمصفوفة إذا كتبتين سأأكل ويأخذ فلمات. يجمع اللي القسمة على 2. تشيطت عندك مثل السمويشن؟ تشيطت عندك 3 أرقام. من تعرفت تكتب ذلك. من تجي تكتب مين مين الأكس ما سيقوم بتشيط. سيقوم بتحمل هذه الأرقام لتدخ. هي الرياضيات هو يعملها. وأنت لم تجدك الاعاز, تكتبًا أن تت 있고, اعاظت صحيح من مين ، يطلعك بعد النتيجة تأتي بالنتيجة المهم أن تكتب الاعاز صحيح من ترد المين المصفوفة كله تكتب مين مين المصفوفة من ترد مي the summation يطلعك تكتب المي مي المصفوفة من ترد كولون كولون تكتب مين وحدة يعني النتيجة بالمثلاء البنت لا عليك هو المثلاء كده يطلع لك نتيجة انت عليك تكتب للإيهاز صحيح وحيطلع لك النتيجة صحيحة عرفتش شون؟ خالد جمال عندك سؤال نتيجة أنت مريحة بفرؤية لأجل السفر ليس مرحة بفرؤية تطريد انت مستعد ملاحظة لا ولكن فلسه متفين لأيخه لا 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 ببعن ليش ده كلك حتى للهرب انت متوفر بالشغل ، ما انت هنا متوفر بطريقة ما انت يشتراه انت عليك اذا تريد تجيز المين لأعمدة وإذا gutsًا عندك فلسفة وهياخد كل عمودين ويعني هم سيشتراه بطريقة نستمر مرداء و platinum ترغب من أجله يسبح أن هو من Raise على ثلاثتين لربما يجب من الرقمين لربما أاء but Average أجد مجموعة علىισ من على ثلاثتان غير مقردان ح لasse يصيب لربما يس unpl легко عندما يص年 ست Подهاج تزال يسgran hands وهي الرقم الثالث يصير شنو يصير؟ هم يصير الرقمه هم يضلع هم مرة الأخرى هل أنت علي؟ طبعاً 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 هو فيه كل مرة فيه كل مرة هو شي يسويه كل مرة يأخذ الرقمه يجمعه على الثنين الشغلة الثانية أنت لا تدوخ بالرياضيات لا تدوخ أنت تدوه أنه إكتب الكتبه صحيح من 3 الإعاز تكتبه صحيح إذا الإعاز تكتبه صحيح إذا الإعاز تكتبه صحيح تبقى النتيجة هو يطلع الكياء عرفتش شون؟ العاف العاف من البنات ميادة؟ نحن نحن نتعلم بعدها ما هو عندي؟ بعدها يطيني في الطريقتين لكي أكون المصفوفة هذه المصفوفة يسموها المصفوفة الصفرية المصفوفة الصفرية شنو يقصد بها؟ يقصد بها مصفوفة أرقام كل صفر أرقام كل صفر أرقام كل صفر إذا كنت تكتب إعاز تتطلع لكي أرقام كل صفر شنو هذا اللي عاز نتكتبه؟ نحن نعرف NM سطر أول واحد ثاني واحد شنوها ثاني واحد عمود زين فإذا تكتب zeros اثنين ثلاثة معناها تكون لي مصفوفة zeros كلها zero عدد الصفوف مالتنا الثنين عدد الأعمدة مالتها ثلاثة فمن روح نكتب بالماثاب zeros اثنين ثلاثة معناها نكون مصفوفة عدد سطرها ثنين عدد أعمدتها ثلاثة أرقام كلها صفر نفس الحالة الones من أكتب ones من أكتب ones وأكتب ثلاثة يعني عدد الصفوف الثنين عدد الأعمدة ثلاثة أرقام كلها ones يعني one أرقام كلها شنو أرقام كلها واحد طبعاً واحد تسألني بالصباح يقال يعني إذا أريد أسوي مصفوفة ثنين كلها ثلاثة أكتب توز لا ما أكتب بس للصفر تسوي أصفر للواحد تسوي واحدة يعني ما أكتب بس خيار الصفر والواحد إذا تريد أسوي مصفوفة ثنين في تلافة أو أربعة في أربعة كلها ثلاثة أحسن ما تكتب 16 رقم تكتب zeros تفتح قوس تكتب zeros تفتح قوس تقول عدد الصفوف أربعة عدد الأعمدة أربعة أحسن ما تكتب 16 رقم كلها ثلاثة نفس الحالة الones أحسن ما تكتب 16 واحد تكتب ones عدد الصفوف أربعة عدد الأعمدة أربعة بس إذا الأقام ما تكتب صفر كلها أو كلها واحد غير شي مترام لازم تكتب 16 رقم تكتب 16 رقم عرفت الشون واضحة زين هي سهلة واضحة يعني صعب رحي زين هذا size شوية مهم ليش السيز ينطيك ينطيك أبعاد المصفوفة يعني شنو؟ يعني من تقول لها size عددك هذه المصفوفة وهي صفين وثلاثة أعمدة ومن أجل أقول لها size هذه المصفوفة مكونة من صفين وثلاثة أعمدة مكونة من صفين وثلاثة أعمدة مكونة من صفين وثلاثة أعمدة أقوم بت مكونة من صفين أتوقف حسيت أبو فشي حسيت أبو فشي حسيت؟ أهو؟ إذن نقوم بمصفوفة ونقوم بمصفوفة ونقوم بمصفوفة يطعني عدد الأسطر وقد أضعني عدد أعمدة فإذا كنت أكثر منه أكثر منه سيكتب لي عدد الأسطر وقد أضعني عدد أعمدة الأخرى وهو يطعني بمصفوفة طبعاً أين يفيدك؟ إذا كانت المصفوفة لديك مثلاً 20 سطر و 15 عمود خموة تبعد تحسبها وتريد تعرف التعدد الأسطر والأعمدة اللي عندك شكل خموة تبعد تحسب هذا على بس تكتب الأسائزل هاي المصفة هو يمتلك عدد الأسطر والأعمدة مالك شكل عرفتش شون؟ يعني هاي الفائدة منها فائدة من السهلك التحسس فائدة يعني تتحسس فائدة الحقيقة تتحسس إن شاء الله منه نمشي بالمادة هنستخدم قبل الإنستركشن ماليينك هنستخدم الإنستركشن ماليينك هنستخدم هاي الإعازات ربتشون؟ زين بعدها عندي بعدها عندي الإنستركشن المهم هميني اللي هو إنستركشن شنو؟ اللي هو إنستركشن اللينك اللينك تحسبلي طويل يحسبلي عدد هذا إنستركشن اللينك مثلا أجي عندي هذا الفكتر 1 2 3 أكتب لي كثير هذا الفكتر شحينطيه أن تكوني عقد الإلمنت الموجودة بالفكتر عدد الإلمنت الموجودة بالفكتر شكينطيه 3 هنستخدم كثير هذا الفكتر سيكتب لي 3 إذن لو عندي فكتر مكون من عشرين رقم عشرين إلمنت أحسب ما بعد أحسبها هاني هاي العشرين إلمنت بس أكتب لي ينك لإسم الفكتر قبل حيقولي هاي عددها ترع عشرين بيها عشرين عنصر سهلا مو؟ لا 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 باور البكتر هو شفير شنو يفرق لي البكتر عن المصفوفة المصفوفة أبعاد ثنين هاي هالشكل تكون مثلا ثنين في ثلاثة سطرين مثلا مش كم عمود؟ وثلاثة عمودين خوشها شي؟ البكتر لا البكتر لو يكون سطر واحد لو يكون شنو؟ لو يكون عمود واحد فش اسمي؟ اسميه بكتر هذا بعد ما اسمي لأنه هو واحد فما اسمي مصفوفة فش اسميه؟ اسميه بكتر ها هادا هادا المهم اللاخر شنو هوا عدنا بعض؟ عدنا السنجل كوتايشن السنجل كوتايشن شنو هوا؟ يقلب لك يسوي لك ترانسبوز لمادرس يعني شنو تقصد بل ترانسبوز؟ يعني ينقلب السطر عمود للعامود سطر يقلب العاسد السطر عمود للعامود سطر مثلا فاذا عندك هاي المصفوفة إذا عندك هاي المصفوفة تريد تقلب سطرها لعامودها شو تسوي؟ بس تكتب اسمي المصفوفة وتخد فوقها سنجل كوتايشن السنجل كوتايشن اللي هو تشوفه إذا ما عرفت الكيبورد مااتك و سوى حرف الطابق سيقوم بسطر إلى عمود و العمود إلى سطر إذا كان لديك مسبوكة إذا كان لديك بكتر سيقوم بسطر إلى عمود نعم ها 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 من حتكتب حلو من حتكتب اسم المصفوفة و مدوسها للكوتايشين و حيأخذها كلها بصفوفها و أحمدتها صفوف يعني ما راح تختار انت هو كل ما راح يقلبه صفوف أحمده صفوف إذا تريد لا 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 أقلبها سوف عليك كيف الآن دخلنا أقوم بسطر إلى 2-5-8 سوف عليك أن تقوم بسطر إلى عمود ما راح تقوم بسطر إلى عمود أقلبها لا أقلبها كل ما راح تقلبها لأنه لديك كل المصفوفة كلها أقلبها ها بضلط بضلط كل المصفوفة ها ها واضحة واضحة زين زين إذا بعد منه والطالب يمكن ما عرفت منه وش قال لي إذا إذا أريد سطر واحد مثلا أريد بس هذا السطر تقلب ليه إلى عمود والعمود تقلب بس هذا السطر تستخرج لي وتقلبه وتقلبه ش راح تسوي شف ش راح تسوي هذا السطر حتى تستخرجه لازم تسمي المصفوفة X تقول X السطر الثاني كل الأعمدة نقطين زين ش سمي هذا خلي نسمي النتيجة والاك نسميها بي وبعدين ش نقول بي شنو بي سنقول كوتيشن هذا حيطلع لي من دا كل السطر الثاني كل الأعمدة حيطلع لي النتيجة سطر اللي هو أربعة خمسة ستة منحة سوي هالكتلة شنو راح تصطير شنو راح تصطير ها واضحة